ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الباحث السياسي الدكتور فواز الأنزي دكتور فواز دعنا نبدأ من حديث زميلنا مراسل الإخبارية في واشنطن أحمد القرني حول هذه الازدواجية في قراءة الإعلام الغربي والأمريكي بالتحديد لهذين الحدثين ضرب لأحد عشر طلع أو محاولة إرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية في أسبوع واحد وبكاء على لماذا كان ينوي ترامب أن يضع الحوثيين ضمن القوائم الإرهابية وأيضا نية بايدن للتراجع عن هذا القرار كيف تقرأ هذه الازواجية دكتور فواز شكرا في البداية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد الحرمين الشريفين وأن يحمي قيادتنا وأيضا شعوبنا والشعب العربي والإسلامي عامة المملكة العربية السعودية كان هدفها السياسي وأيضا العسكري سواء للعمليات العسكرية لإخماد هذه العصابة الإرهابية وأيضا حوازيها جانب كبير جدا من العمليات الإنسانية فيها عملية إعمار وتنمية اليمن وأيضا مساعدة اليمني الشقيق العربي واحدة من ضمن المعوقات استاذي طبعا هناك المعوقات في هذه العمليات كثيرة من المعوقات الجغرافية والمعوقات الاجتماعية والمعوقات السياسية وأيضا هناك فيها واحدة من ضمن هذه المعوقات وأكبرها المعوقات الإعلامية الإعلام الغربي كما تفضلت وكما تفضل زميلنا المراسل من واشنطن أحمد القرمي هناك فيه ازدواجية وفيه غياب للأسف الشديد في المهنية الإعلامية وبالتالي هذا الإعلام وهذه الوكالات نحن نألم على يقين بأن يقف خلفها مصالح دول العظمى وبالتالي تتحرك هذه الشبكات الإعلامية والوكالات الإعلامية لما يخدم مصالح هذه الدول العظمى وتواجدها في المنطقة وما ذكرت وذكر زميلك لأن هناك هدف يعني لإطالة مدى الحرب والمستفيد طبعا تواجد الدول العظمى لتحقيق مصالحها الجو استراتيجية والجو اقتصادية وأيضا السياسية والمتضرر هنا يأتي في المقدمة الشقيق والأخ اليمني الذي عانى من هذه الحروب وذلك بدعم من طهران وأيضا تنفيذا من الجماعة الحوثية المنقلبة على الشرعية دكتور فواز يعني في عجالة فقط لأنه اقتربت المنشر الإخبارية من نهايتها لكن دكتور في عجالة يعني هل نستطيع أن نربط بين التحولات الجيوسياسية التي تحاول أن تشير إليها الحكومة الأمريكية الجديدة والرئيس الجديد وهذه النزعة العدوانية العدائية في اليمن وعند الحوثيين بضرب المدنيين في أبها وفي خميس المشيد السياسة والستراتيجية الجديدة لبايدن في حرب اليمن هذا مقلق للإنسان اليمني والمواطن اليمني سوف يجعل ملف اليمن من ضمن إطار ملفات كثيرة تضغط بها الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وأيضا تدخله مع الملف النووي وبالتالي سوف يكون هناك تقويض لعمليات السلام الدائمة وأيضا الشاملة يجب أن يفصل الملف اليمني عن الضغط على إيران ومصالح إيران ومكاسب إيران في المنطقة العربية اشتركوا في القناة